السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب التعليم السنوي الفني الصناعي النهاردة حلقتنا هتكون مخصصة لطلبة الصف الثاني تخصص تركيبات ومعدات كهربية هناخد النهاردة الحلقة الثانية في مادة الرسم الفني طبعا احنا الاسبوع اللي فات لما تكلمنا على الاجهزة المختلفة اللي احنا بنستخدمها في عملية القياس وتعرفنا ازاي نقدر نتعامل مع الاجهزة دي وازاي نوصلها في الدوائر الكهربية بتاعتنا واعتبت على ان حضراتكم لازم تكونوا ووصلوكم ان الفكرة الاساسية عندنا في ازاي نوصل الجهاز هل بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة عن طريق وجود اجهزة القياس قبلها كنا اتكلمنا في نقطة الرموز والمصطلحات الكهربية اللي احنا بنحتاجها لان مش هقدر اقول لك حول الدائرة الخطية الى دائرة تنفيذية الا ازا كانت عندك هذه المعلومة يبقى احنا اتكلمنا في نقطتين اتكلمنا في اجهزة القياس وتكلمنا في الرموز والمصطلحات الكهربية اه في حلقة النهاردة بقى هنبدأ نتكلم على دوائر الانهارة المختلفة اللي احنا بنمارسها وبنعيشها في حياتنا اه اليومي اه مفيش بيت عندنا فوقش كهرباء والطبيعي والمنطقي ان احنا بنصمم دوائر انارة بتبقى بتخدم او بتنفذ حاجة معينة انا محتاجها الكلام ده بعمله من خلال المكونات اللي عندنا اللي احنا درسناها واللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا فيها انها لها دور مهم جدا علشان حضراتك تقدر اه تنفذ الدائرة بتاعتك وبالتالي لازم تحدد لي انت عايز ايه الزبط هل انت محتاج اه انارة سيمبل كده حاجة بسيطة فمفتاح وآآ ولامبة مسلا يعني ولا كمان محتاج معاه مأخص طيار عايز احط كمان بريزة في الغرفة بتاعتي علشان ابدأ اغزي الاجهزة لو انا مسلا محتاج ان انا يحط عندي جهاز آآ ولا محتاج بقى اعمل اكتر من لمبة او اكتر من مصباح محتاج احط لمبة في محتاج اعمل من مكان او من مكانين او من تلات اماكن كل دي افكار احنا بننفذها من خلال الدوائر الكهربية يبقى النهاردة تحديدا هنتكلم في حاجة اسمها دوائر الانوار كل دايرة هناخدها هناخدها بالشكل الخطي الرمز الخطي وبدأ ابدأ نحاولها احنا من شكل خطي الى شكل آآ تنفيذي لكن اللي يهمي لي كويس جدا انك ازاي تقرأ اي دايرة تجي لك في الدوائر الخطية المختلفة يعني ايه الكلام ده يعني مش محتاج بس او مش عايز بس ان انا اعلمك ازاي ترسم تحول الخط التنفيذي قدم انا حابب ان حضرتك تبدأ تقرأ الدايرة وبالتالي كل دايرة هنقف عليها هنقرأها وبعد ما نقرأها هنبدأ نحولها من الخطي الى تنفيذي الموضوع هيبقى سهل جدا لانك فاهم انت بتتكلم على ايه وفاهم الدايرة بتاعتك مدنية على ايه يلا معنا بعضينا كده بسرعة نشوف اول دايرة هتقابلنا النهاردة هندخل على اول دايرة عندي بيقول لي الدايرة الخطية والتنفيذية لمصباح ومفتاح نبدأ الاول بالدايرة الخطية بتاعتي طبعا ده في الاول كده شكل او نموذج تخطيتي آآ حاجة كده آآ سيمبل يعني تمام قادي البواط وقادي المفتاح بتاعي وقادي اللمبة وده الشكل الطاليدي لابسط واسهل آآ دايرة ممكن تكون موجودة معاني طيب ازاي نحول الدايرة دي من خطية ده الشكل الخطي او الدايرة الخطية لموجودة اقدام حضراتكم الى دايرة تنفيذية هنبص مع بعضنا هنا هلاقي انه بدأ في الاول خالص قال لي ان في خط هنا داخل على الدايرة الخط ده بيكون بيمثل منبع الطيار ثم بعد ذلك عندي الدايرة دي بتمثل البواط بتاعي بعد كده عندي نازل منه طرفين ورايحين على مفتاح بريشة واحدة يبقى ده اسم المفتاح مفرد البواط كمان خارج منه طرفين رايحين على اللمبة بتاعتي الاكس دي بتمثل آآ رمز المصباح العادي اللي موجود عندنا يبقى احنا اول نقطة قدرنا نقرأ الدايرة بتاعتنا طيب يلا نحول الكلام ده من خطي الى تنفيذ في شوية حاجات اساسيين هنتفق عليهم زي ايه مثلا زي اني دايما باخد النيوترال ده باخده مباشر الى الحمل بتاعي وزي ان دايما بيخش عن مفتاح علشان انا لا بتحكم فيه طيب اه وبعدين الطبيعي والمنطقة الخلاص عشان اكمل الدايرة الطرف التاني من هنا يدخل على اللمبة بتاعتي طيب يبقى احنا دلوقتي كل اللي احنا عملناه ان احنا حققنا الكلام ده هنا قال لي مفتاح مفرد رسمت آآ رسمت المفتاح المفرد قال لي هنا رمز اللمبة اللي عادية رسمته عادي جدا مفيش مشكلة وبدأت بقى نفز الاسلاك اتنين داخلين هنا بيمسله المنبع والاتنين اللي خارجين رايحين لللمبة والاتنين دول اللي هما بتوع المفتاح المفرد الكلام ده لو احنا حبينا نرسمه دلوقتي مع بعضينا هيبقى عامل ازاي? وانا شخصيا لما اجي ابدأ ارسم يا مصر هرسم ازاي? انا هنا هبدأ مع حضرتك هتبص معايا دلوقتي في الداية كده هتلاقي ان لما اجي ابدأ في الدايرة بتاعتي هبدأ بمأخز الطيار او مصدر الطيار بتاعي انا عندي هنا آآ طرفين الطرفين بالشكل اللي موجودين قدامك ده كده واحد اسمه والتاني اسمه طبعا انا هرسم بايدي علشان المصطرة ما ادريش على آآ شكل الرسمة بتاعتك وانا بنفزها. طيب هل هوصل? لا خالص انت هتبدأ الاول ترسم لي المكونات بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها. طيب عندك ايه كمان? عندي هنا نقطتين. وقادي الريشة بتاعتي ايه? وقادي الزرار نفسه اللي انا بضغط عليه. علشان كده ده بنقول ده رمز المفتاح ايه? رمز المفتاح المفرد. يبقى دي كده المنبع اهو. وقادي المأخز بتاع الطيار اللي انا جبته. دخلته هنا عندي المفتاح. وعندي اللمبة. اللمبة هنا او المصباح بتاعي عبارة عن ايه? ها دايما بنعمله عبارة عن حرف الاكس كده. وليه نقطتين اللي هي اطراف التوصيل وبنحطه جوه ده. الرمز ده رمز المفتاح المفرد يا شباب. وبالتالي لازم نكون فاهمين معنى هذا الرمز عامل ازاي? طيب. خليك فاكر ان احنا اقلينها ان احنا هنرسم ايه? دايرة كهربية. انا حتى هكتبها لك او. انا عايزك ترسم لي دايرة كهربية. دايرة دي فيها ايه? فيها مصباح زائد مفتاح. بس انا مش عايز منك اكتر من دول. وبالتالي لازم تعرف دايما ازاي تظهر الحاجات دي وتوصلها. طيب نيجي بقى لطريقة التوصيل بنشتغل ازاي? قلت لك ان في عندي سوابط. مش بس في الدايرة دي? في اي دايرة احنا هناخدها او هنشتغل فيها. زي ايه يا مستر? زي ان دايما النيوترال الخط الارضي ده بيتوصل مباشرة بالحمل بتاعي. كده هو بهذا الشكل. يبقى دايما هنا عندي النيوترال يدخل على مين? يدخل مباشر على الحمل. وايه كمان يا مستر? وزي ان اللاين بتاعي ده بياخد دايما اول طرف المفتاح. يبقى انا عندي هنا ايه? دخلت اللاين على المفتاح. ودخلت النيوترال بتاعي على الحمل. طيب الطرف التاني يروح فين بقى? الطرف التاني ده يطلع كده يكمل ويروح على مين? ويروح على المفتاح بتاعي او اللمبة بتاعتي. وبكده تكون الدايرة الكهربية اكتملت معي. النهاردة مش بس هنعرف ان الدايرة اكتملت ولا لا او اشتغلت ولا لا. احنا كمان هنحاول نشغل الدايرة. المصباح ده علشان يشتغل محتاج ايه يا شباب? محتاج ان يوصل له طيب حضرتك هنا مديله النيوترال مباشر صح كده? تمام. المفتاح ده بقى اللي بيشتغل بالضغط اوكي اللي هو اون و اوف ده. مجرد ما انضح عليه تحاول اون بيعمل ايه? بيلمس الريشة دي كده تبدأ تلمس معي. وبالتالي يبدأ يدخل للاين ويمر ويروح لللمبة وتكتمل الدايرة لايه? تكتمل الدايرة الكهربية بتاعتي. يبقى احنا هنا حققنا الدايرة الكهربية? احا انا دايرة الكهربية. طيب انا عندي سؤال اتفضل فين البواط? البواط دايما احنا بنسميها علبة التفريع. وعلبة التفريع هنا لما نيجي نركبها بنركبها ازاي? دايما على الاماكن اللي حصل فيها تفريع او اتصال ما بين الخطوط وبعضها. يعني مسلا على سبيل المثال لما اجي ركب البواط هنا هاجي يجيبه بهذا الايه? بهذا الشكل. هاجي يجيبه على الاماكن اللي اتفرع منها الاسلاك بتاعتي بيكون على شكل مربع او مستطيل زي ما حضراتكم كده شايفين. بحيث انه الشرط اللي يهمني انه يحتوي على كل الاسلاك اللي مرت وحصلت معي. يبقى دي اول دايرة احنا بنتكلم عنها النهاردة. فيها مصباح ومفتاح. دايرة تقليدية جدا. واي دايرة بعد كده هتكون فكرة من دي واحنا نبدأ نشتغل عليها. الدايرة دي كده زي ما حضراتكم شايفين فيها خطين بس. طيب لو جاي نصر وقال لي ان الدايرة دي فيها ثلاث خطوط. نتعامل معاها ازاي. الخط التالت هيكون خط اسمه خط الحماية او بنسميه احنا البي اي. دا بيبقى خط كده انا بدخله هنا في المنتصف وليكن خط ايه شرطة ونقطة كده. تمام? وبيكمل معايا عادي جدا وينزل بهذا الشكل. ينزل فين بقاه? بعمل علبة حوالين اللمبة. تمام كده? بيتوصل بيها. وهنا انا بقول ان انا بوصل الجسم المعدني اللي حوالين وليكن ممكن اكون حاطط هنا مسلا يعني اه كشاف يعني اللمبة جوه كشافة في معدن فانا عايز اعمله حماية او اعمله تقريد. كلام ده هناخده في سنة تالت ان شاء الله بالتفصيل اللي هو عملية الايه? التقريد. وكمان بعمل نفس العلبة دي على المفتاح بتاعي. يبقى انا هنا عندي العلب دي كده علشان تعمل للحماية. العلب دي علشان تشتغل لازم اوصلها وتقدي دورها بخط التقريد. الخط اللي هو شرط طويلة ونقطة ده كده بوصل عليه ايه? نقط التعيات. يبقى هنا قلنا الفرق ما بين الدايرة لما يكون فيها خطين والدايرة لما يكون فيها تلات خطوط. طيب لو تلات خطوط هيبقى اسمه ايه? الخط التالت ده احنا بنسميه في ناس بتسميه ام بي وفي ناس بتسميه بي ايه. الفرق ما بينهم خلينا نقول هنا ان احنا هنتعامل معهم عن ان هما الاتنين تقريد. وبالتالي خط التقريد ده اللي انت بتتكلم عنه هيحقق لك المعادلة اللي انت اه محتاجة. يبقى احنا هنا نفزنا اول دايرة معانا. وقلنا فيها ازاي نصمم دايرة كهربية لمفتاح مفرد بيتحكم في مصباح عادي. وقلنا لو الدايرة اضفنا لها عملية الايه? عملية اه التقريد. اه يهمني جدا انك تعرف تقرأ الدايرة الخطية. وتعرف امتى هتضيف التقريد. وامتى هتبدأ تسحبه او تستغنى عنه من الدايرة بتاعتك. اه على حسب عدد الاسلاك اللي دخل عندك في المنبع. تحديدا المنبع يعني. هيبان معاك هل الدايرة تحتوي على تقريد اللي هو الحماية ولا ما فيهاش تقريد. وبالتالي حضرتك بتقرر ترسم الدايرة بتاعتك بناء على المعطيات اللي موجودة قدامك. تعالوا معنا نشوف دايرة كمان. برضو ممكن تكون نفس الفكرة ولكن فيها شوية اختلاف بسيط خالص. زي الدايرة اللي موجودة قدام حضرتكم دي كده. تمام? بيقول لي هنا انه عايز يعمل نفس الدايرة ولكن عايز يعملها مع الحماية الارضية. الحماية الارضية اللي هي مين يا مستر? اللي هي التقريد اللي انا كنت بكلم حضرتكم عليه. اهو. شايفين معايا? نفس الدايرة عادي جدا. فياش اي اختلاف. بس الفرق هنا هتلاحظوا ان هنا دول بقوا ثلاث خطوط. لا اركز لو سمحت يا مستر دول خطين ونص. اي وهمه النص ده. بالنسبة لنا اللي هو بيمثل الحماية او التقريد. يبقى ممكن يعملهم ثلاثة او ممكن يعملهم خطين ونص. عشان يميز طرف التقريد فبيعملوه نص خط فقط لا غير زي ما انتم كده شايفين. وبرضو نازل على المفتاح بتاعي كم خط برضو خطين ونص. ورايح للامبة بتاعتي كم خط برضو خطين ونص. وهكذا. يبقى هنا دي الفكرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. طيب الكلام ده بقى في الدارة الخطية. نقرأه ازاي ها? هقول ان المنبع بتاعي وجه واحد ولكن مزود بحماية اللي هي بتمثل التقريد. داخل على البقاط. فيه تلات اطراف نزلين لمفتاح مفرد. وخارج من البقاط كمان تلات اطراف رايحين للامبة بتاعتي. ازاي ده اللامبة لها طرفين? ما احنا ده اللي احنا هنقوله مع بعضين او احنا شغالين دلوقتي. نبص على الدارة بتاعتنا اهو. ادي نفس الدارة اللي فاتت بالزبط. فاش اي اختلاف تماما. كل الحكاية ان انا بدأت اركب علبة على الجسم الخارجي بتاع المفتاح. وعلبة على الجسم الخارجي بتاع اللامبة بتاعتي. وصلتهم بمين? ايوا برافو عليكم. وصلتهم بالبيئي اللي هو طرف التقريب بتاعي. اللي بيتوصل هنا على الجسم الخارجي المعدني بتاع كل من المفتاح والمصباح بتاعي. دايما بنقول ان الحماية ودي قاعدة اخدوها معايا كده بتتوصل دايما باي اجزاء معدنية في الالات او الماكينات او المعدات الكهربية. طب ليه? علشان لو فيه شورت او فيه آآ ماس او قصر في الدايرة بتاعتي ماس كهرابي يعني. يبدأ هو آآ يسحب الطيار ده ويتخلص منه من غير ما يعمل لك اي مشاكل او يعمل ساق كهرابي للشخص اللي بيتعامل مع هذا الجهاز. طيب احنا كده عرفنا آآ الدايرة الخطية بتاعتي والتنفيذية آآ مرة المفتاح والمصباح مع حماية ومرة من غيرها نشوف دايرة جديدة كمان. هنا بقى بيقول لي انا عايزك تحط لي مصباحين على التوازي بس بمفتاح مفرد. ازاي اهو قاعدة دايرة اهيه عادي جدا. طلب مني هنا ان انا احط المفتاحين آآ بتوعي. ادي عندي اللمبة الاولى نزل لها طرفين واللمبة التانية نزل لها كمان آآ طرفين. انا ممكن احتاج ان انا اعمل التوصيلة دي امتى? عشان برضو دا من ضمن الاسئلة اللي احنا ممكن نتسئلها. آآ ممكن تكون لمبة واحدة مش كافية علشان تعملني الاضاءة في المكان بتاعي. وبالتالي هنا بيبقى الحل او البديل بالنسبة لي ان ازود عدد المصابيح او عدد اللمبات بتاعتي. بس الموضوع دا مرتبط اكتر بقصة ان حضرتك آآ عايز كم مفتاح? انا هنا عايز اعمل مصباحين على التوازي مع آآ المفتاح المفرد يعني مفتاح واحد بس يتحكم في مصباحين. الهدف من كده يا شباب هتحكم في شدة الاضاءة. يعني هزود الاضاءة في المكان بتاعي. وفي نفس الوقت اللي اتنين بيشتغلوا مع بعضهم ويفصلوا مع بعضهم. طيب انت حالك هنا بتقول على التوازي هو فيه توالي? آآ بس ما ينفعش معانا في الانارة. آآ التوالي تحديدا بنستخدمه او بيستخدموه الصناعية آآ في عملية لما يكون عنده هيكتشف كده او يكشف على آلة كانت فيها صيانة. فبيعمل حاجة اسمها توصيل التوالي اللي هي بيسميها آآ السريا. تمام? بيبقى الهدف منها ان يقسم الجهد ما بين الجهاز واللمبة اللي متوصل معاه. يعني اقصد لها فايدة. ولكن ما تنفعش معانا خالص في دواير الانار. كل شغلنا بتاع الانارة عندنا في البيت عندنا كله عبارة عن توصيلات على التوازي. لان احنا عارفين الكلام ده من سنة اولى ان في توصيل التوازي دايما بيكون الجهد ايه? سابت. فمهما كان عدد الاحمال اللي عندي طول ما هم متوصلنا على التوازي هيكون على اطرافهم نفس قيمة الجهد اللي هو كام يا شباب ايوا برافو عليكم اللي هو المتين وعشرين فولت بتاعة المنازم. طيب الدايرة دي نتعامل معها ازاي? بص اقول لك على حاجة بصلك جدا. ابدأ الاول نفس نفس الدايرة اللي فات. فاكرها او فاكرها اللي هو المفتاح واللمبة والبواط وابدأ اوصل ما بينه. وكل اللي انت هتعمله هنبدأ نزود كمان مصباح على التوازي. ازا هنا الفكرة بسيطة قال لي اوه الفكرة بسيطة. هزود مصباح او اتنين او تلاتة. على حسب العدد اللي هيجي لك في السؤال في الامتحان. ممكن يقول لك مسلا وصل لي خمس مصابيه على التوازي مع مفتاح مفرد. يعني الخمسة بيشتغلوا مع بعض. وبيفصلوا مع بعضهم. لما ننزل هنا نبص على الداة بتاعتنا هلاقي ان نفس الدايرة اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت. اللي احنا كنا لسه رسمينها من شوية اهي. اهي اهي دي الدايرة بتاعتنا. عندي هنا زي ما حضراتكم شايفين اللامبة واحدة بس اللي موجودة معايا. طب هنعمل ايه? ولا حاجة. هاجي جاي هنا كده. واجي حاطة لمبة كمان. اللامبة ليها كم طرف? ليها طرفين. ادي طرف ادي اتنين. اوصل توازي. يعني ايه توازي ها? ايوة اوصل بداية مع بداية. وبوصل نهاية مع نهاية. يبقى هنا اصبح الاتنين مسكين ايدين بعضيهم. ده هنا اسمه توسيل ايه? اسمه توسيل على التوازي. لو حبيت اعمل حماية في الحالة دي. هحط برضو العلبة بحيس انها تحتوي المصباحين. علشان يبقى برضو انا عملت تقريد للعنصر التاني اللي هو المصباح التاني اللي على التوازي. دي كده لنبتين على التوازي ينفع اخلي المصباح ده اتنين. ينفع اخليه تلاتة اخليه اربعة خمسة عشرة. العدد اللي هيتطلبه منك انت تقدر تنفسه له بنفس الفكرة او بنفس الكافية. طيب اه بعد اذنك لو انا عندي عشر مصابيح عادي جدا كلهم بداية واحدة وكلهم نهاية واحدة ويتوصلوا مع بعضيهم ويدينا الشكل اللي موجود قدام حضراتكم اه دلوقتي. يبقى احنا كده يعتبر اخدنا تلات دواير اه لمبة مع مفتاح لمبة مع مفتاح موجود حماية. ودلوقتي كمان اخدنا لمبتين على التوازي مع المفتاح المفرد بتاعي. طيب في دايرة كمان اه في دايرة كمان اللي هي اه اسمها دايرة توصيل اه مفتاح ولمبة فلوروسينت. هتلاحظوا حضراتكم هنا معايا ادي الدايرة بتاعتها عادية جدا. نفس الدايرة اللي فاتت اللي احنا اخدناها ما فيهاش اي اختلاف خالص الا الرمز بتاع اللامبة بتاعتي. يبقى دايرة نفسها زي ما هي ما تغيرتش. التغيير الوحيد اللي حصل كان في مين? كان في المصباح بتاعي. زي ما حضراتكم هنا شايفين او ملاحظين معايا. انه هنا زود عندي والشكل بتاعها بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم. لكن كهربيا لما نيجي نتعامل معاها هتلاحظوا انه اه اه دايرة سمبل خالص ما فيش مشكلة. ادي المنبع طرفين هم. واده المفتاح المفرد بنفس الشكل بتاع المرة اللي فاتت. واده اللامبة الفلوروسينت ودي اللي احنا هنتكلم عنها او نشرحها دلوقتي بالتفصيل. ايه اللامبة الفلوروسينت? اللامبة البيضة الطويلة اللي عندنا دي كده. في منها مقاسات. في منها ستين سنتي. وفي منها مية وعشرين سنتي. اللامبات دي اه ضوءها ابيض شكلها جميل واضائتها قوية. ولكن الفكرة ان فيها مكونات زي ما انتم حضراتكم شايفين. صحيح دلوقتي بدأ يظهر منها الكتروني. ما فيهاش ملف خانق وبادئ اضاءة. ولكن في الاخر آآ ده النموذج اللي عندنا في المنهج الدراسي اللي احنا بنشتغل عليه. فهنيجي مع بعضينا نرسم الكلام ده بيدينا دلوقتي ونشوف اللامبة دي شكلها بيبقى عامل ازاي? هبدأ في الاول خالص وهقول هنا لو انا بدأت آآ احط اللامبة بتاعتي ايه دي اللامبة بتاعتي اهي. دي بتمثل الشكل اللامبة نفسه. تمام? والكرف ده كده اللي هو البداية والنهاية بتاعت اللامبة بتاعتي. فيها كم طرف طرفين? ادي واحد. ودي ملف اهو اتنين. يبقى من الناحية دي فيها طرفين. ومن هنا برضو ادي طرفين كمان. يبقى ادي شكل اللامبة بتاعت زي ما حضراتكم كده اه شايفين. طيب اللامبة لها اربع اطراف. وانا المفروض ان انت حضراتك هنا اقيل لي في الدايرة الخطية. انها هتاخد اتنين بس. اه مزبوط كلامك. طب هنوصلهم ازاي? انت هتطلع من الدايرة بتاعت اللامبة طرفين. لكن انت اصلا في شغل بتعمله هنا. زي ايه يا مستر? هقول لك انا. زي ان انت وانت مغمت كده بتوصل هنا حاجة اسمها بادي اضاءة. بيسموه هما بلغة الصناعية كده يقولك استيتر. لامبة كده بتنور وتدفي. اللامبة دي وظيفتها بيكون عبارة عن آآ لامبة ومعاها مكسف. بيعمل عملية لالاضاءة بتاعت اللامبة بتاعتي. بيبقى بالشكل ده كده وبيحطه كمان جوه ايه? جوه دور. ده اسمه ايه بقى? ده اسمه بادئ اضاءة. بادئ ايه يا شباب? بادئ اضاءة. طيب ايه كمان? في ملف خانق كمان. الملف الخانق ده عامل ازاي يا مستر? اهو. بيطلع اي طرف من دول. ينفع ده وينفع ده على فكرة عادي جدا. بيكون الملف بتاعي مستطيل كده. ومظلل. تمام كده? ويطلع منه ادي الطرف التاني. ادي الطرفين بتوعي اهم. اصبحت اللامبة زي اللامبة العادية بتاعتي اللي انا كنت بشتغل عليها من شوية. طيب. نيجي بقى نجرسم الدايرة. خلاص انت طلعت لي طرفين من اللامبة بتاعتي. ادي طرف. وادي الطرف التاني. ادي الطرفين بتوعي اللامبة بتوعي اهم. ابدأ بقى ارسم من المفتاح المفرد بتاعك. اهو. ادي نقطتين. وادي ريشة. وادي النقطة بتاعتي اللي هي بتمسل الزرار اللي انا بضغط عليه وبشغل وافصل. طبعا ده هنا بيعمل حرف تي والفي دي على اساس ان هو بيقولك بيطلع وينزل اللي هو بيبقى على الان والاف او الزير والواحد. طيب المصدر فين? مصدر الكهرباء اللي احنا بنشتغل به. هنا اهو انا عندي مين هنا? النيوترال. وعندي هنا مين? النيوترال اهو. وادي النيوترال اهو. بالشكل اللي موجود. قدام حضراتكم. يبقى انا عندي هنا ايه كم طرف عد معي? اتنين من المنبع. عندي اتنين في المفتاح. ادي طرف. وادي الطرف التاني. عندي كمان طرف عندي اتنين من اللمبة بتاعتي. عايزين نعمل الكلام ده ونحوله الى دايرة كهربية. تفكريني الاتفاق اللي احنا اتفقناه من شوية اللي هو ايه مصدر? انه وانت مغمض. النيوترال يدخل مباشر على مين? برافو عليكم على الحملة او اللمبة بتاعتي. فاجي هنا ايه? النيوترال يجي داخل مباشر ويكمل على طول لحد ما يروح يدي للطرف بتاع اللمبة بتاعتي. طيب ماشي? اوكي? يبقى احنا كده خلصنا من النيوترال بتاعنا وراح ووصل وده او غزة اللمبة بتاعتي. طيب اللاين بتاعي يروح فين? اللاين بيبدأ ياخد اول طرف يقابله من المفتاح. بالشكل ده كده? يبقى اللاين هنا نزل على المفتاح والنيوترال كمل على الحمل اللي هو هنا بيمثل اللمبة الايه? الفلوروسيند. طيب الطرف التاني من المفتاح ما هو ده بقى اللي هيشغل اللمبة? فبيروح يكمل عادي جدا كده ويروح معايا ويغزي الطرف التاني بتاع اللمبة بتاعتي. يبقى كده الدائرة الكهربية اكتملت بالنسبة للمصباح بتاعي او لللمبة الفلوروسيند بتاعي. مع ملاحظة ان انا هنا حاطت مين? بادئ اضاءة او آآ ستيتر. وحاطت هنا حاجة اسمها آآ ملف خانق. يعني ايه ملف خانق? ملف بيخنق الطيارة عشان يعمل اثارة للالكترونيات اللي موجودة داخل اللمبة بتاعتي. طيب مش نسي حاجة يا مصر? لا كده خلاص اهو المنبع والمفتاح وآدي اللمبة نفسها وطلعنا منها طرفين في الاخر ووصلناها. ايه اللي انا نسيه? آآ نسي حاجة مهمة جدا. اللي هي ايه? البوت او بنسميها علبة التفريع. دايما طلابنا بينسوها كتير جدا من كتر ما احنا بنكررها بتتنسي وعليها درجة. وبالتالي ااخد بالي وانا برسم. طيب انا هنا ممكن اعمل البوت بشكل غير الشكل بتاع المرة اللي فاتت? اه ممكن. هتعمله ازاي? طبعا هو هيبقى نفس الشكل اللي هو المستطيل او المربع. ولكن هنا علشان اميزه آآ عن خطوط الطيار دي كده. هعمله بالشكل ده كده. هعمل ايه? زاوية قايمة هنا وبعدين شرط. تمام? وزاوية قايمة هنا وشرط. تمام? وادي برضو هنا زاوية قايمة وادي الشرط بتاعتي اهي. وادي هنا الزاوية القايمة. يبقى انا هنا ايه يا شباب? ها انا ميزت شكل البوت بالشرط دي كده عن الشكل الايه? بتاع خطوط الطيار. لان انا في الاخر الرسمي كله بالقلم الرصاص. فالحاجات دي ممكن تعملك آآ تقداري على حاجة او تخبي حاجة. خصوصا في الدواري اللي جاية لما يبقى فيه خطوط كتيرة او اسلاك كتيرة. من هنا بنقول ان احنا بنبقى عايزين نميز شوية رسمنا ويكون الرسم بتاعنا مميز. هل البواد ده لي حجم? لا خالص ما فيش مشكلة خالص. ارسم باي حجم او اي شكل انت محتاجه. لكن في الاخر دي الطريقة اللي انت تقدر ترسم بيها المصباح الفلوروسينت بتاعك مع المفتاح. طب عايزين نسمي الدايرة دي كده ها? دي اسمها ايه? دي اسمها دايرة ها? مفتاح. بص على المفتاح كده? ده مفتاح ايه? برافو عليكم. ده دايرة ايه? مفتاح مفرد. طيب المفتاح المفرد ده بيه غز مين? اللمبا دي اسمها ايه? اسمها يبقى دايرة مفتاح مفرد ولمبا فلوروسينت. وبكده يبقى انا اخدت الدايرة وطلعت اللمبا وزهرت معي بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم اه من شوية. طيب هل فيه افكار تانية من اللمبا الفلوروسينت? انا بدي لك فكرة لكن انت ممكن تصمم دواير اكتر بكتير من اللي في المنهج الدراسي واكتر بكتير من اللي موجود معانا في الكتاب المدرسي. لان انت فهمت الفكرة خلاص فممكن بدل اللمبة دي تعمل لامبتين على التوازي تعمل تلاتة تعمل اربعة انت ممكن تعمل اللامبتين بمفتاح مجوز او تستحكم فيهم عن طريق مفتاح مفرد. افكار كتيرة حضراتك ممكن تنفزها لكن كلها مبنية انك تبقى فاهم كويس انك تتنفز الكلام ده ازاي? بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا. في الدائرة الخطية ما بيدكش غير بس للرمز بتاع اللمبة. وانت اللي بتعمل كل الشغل ده. اللي هو ايه الرمز? اللي هو عامل زي الاستوانة ده كده. كده. تمام? وجوه حرف الاكس. الرمز ده كده بتاع اللمبة ده كده. هو ده اللي بيدهوني في الدائرة. ويقول لي مسلا ده جاي منه مسلا او نزيله خطية. تمام? انا بقى مجرد ما شوف الرمز ده بعمل كل الشغل اللي قدامكم ده. اللي هو بدء الاضاءة والملف الخانق. واللمبة نفسها الاربع اطراف. ففي الاخر باختصرهم يطلع معي كم طرف? يطلع معي طرفين اتنين. واحد عن والتاني يدخل على مين? على اللايين بالشكل اللي موجود قدام حضرتكم. كده احنا نفزنا دايرة كمان. دايرة آآ جديدة. لمفتاح مفرد ولمبة في لورسين. تعالوا معي نشوف دايرة كمان. ادي ده الشكل التقليدي. فرصة ان احنا نشوفه مع بعضينا. الشكل ده بقى اللي هو موجود عندنا في البيت. ادي شكل اللمبة بتاعتي اهي. تمام? اوضح لك امشي معي لو سمحت. ادي اللمبة نفسها. الشكل اللي موجود قدام حضرتكم ده كده. وادي ده الاستيطر او بنسميه احنا بادئ اضاءة. آآ لطرفين. بيتوصل مع اللمبة بتاعتي عادي جدا. وادي الملف الخانق بتاعي لطرفين آآ موجودين. انا هنا بوصل طرف منهم على اللمبة مباشر. والطرف التاني يدخل على الملف الخانق ومنه بيروح على اللمبة بتاعتي. وطبعا الطرفين دول المقابلين يتوصلوا على بادئ الاضاءة زي ما حضراتكم كده شايفين بالزرط. يبقى احنا هنا وصلنا اللمبة وعرفنا كمان تركبها وازاي اخد منها او احصل منها على طرفين اتنين بس. طيب. يلا نشوف دايرة جديدة. نبص مع بعضين على دايرة كمان. هنلاقي هنا او هتلاحظوا حضراتكم هنا ان آآ بيمثل معايا الدايرة بتاعتي بتتمثل بالشكل دا كده. آآ لو مفتاح مجوز مع آآ آآ لمبة واحدة فقط لغير. سواء كانت مفرد او سواء كانت آآ فلوروسيمت. طيب ايه الاختلاف اللي هيحصل هنا يا مستر? ولا حاجة. ابدأ الاول ارسم المفتاح المجوز بتاعك. مفتاح المجوز هنا عبرها عن اتنين مفتاح مفرد جنب بعضيهم. ولما تيجي تنفز اللمبتين. ابدأ اللمبتين تديهم ارضي مباشر. وبعد كده بتبدأ بقى تدخل الطيار على الطرف المشترك في المسباح بتاعي او في المفتاح بتاعي. يتفضل عندك طرفين خارجين من المفتاحين المفرد. حضرتك كده بتبدأ تغز بيهم مين? تبدأ تغز بيهم الطيار عادي جدا زي ما احنا كنا شغالين من شوية. يبقى احنا هنا آآ بنتكلم في نقطة مهمة جدا احنا ازاي نصمم دايرة زي اللي موجودة قدامنا دلوقتي. انت بتشوف انت عايز ايه? وبتبدأ تنفذ الكلام ده وتحوله من خطي الى آآ تنفيذ. طيب ايه الجديد اللي هنا? ولا حاجة على فكرة. كلها بالنسبة لنا عادية جدا. اكأنها مفتاح مفرد مع لنبا فلورسينت? ومفتاح مفرد تاني مع لنبا فلورسينت. كل اللي انا عملته ان انا عملت مشترك هنا ما بين الطرفين دول. وهنا برضو عملت مشترك ما بين الطرفين دول. وبالتالي قدرت احصل على توصيلة لمصباحين فلورسينت المتوصلين على التوازي مع مفتاح مجوز. تمام كده? طيب ناخد فكرة تانية. نشوف كده فكرة كمان مع بعضينا. لو انا مسلا عايز اعمل المصباح بتاعي بس يكون المصباح عادي. يعني ايه مصباح عادي? لمبة عادية. اللمبة الصفرة دي. تتوصل ازاي? ها? المفتاح المجوز ما فيهوش جديد اللي هو الرشتين بتوع اللي احنا بنرسمهم. دايما بنقول كده. الجديد بس هنا في اللمبتين. هو انت عايز كل اللمبة لوحدها? اه طالما ده لك مفتاح مجوز. يبقى هنا محتاج منك ان انت تنفز او تخلي كل لنبة بتشتغل وحدها. منفصل عنه الاخرى. هنا بقى ده بيبقى في ميزة شوية يا شباب. يعني اه لو فاكرين حضراتكم لما كنا بنشتغل ونقول على المفتاح المجوز كنا بنقول عليه مفتاح ايه? ايوة برافو عليك مفتاح نجفة. ليه بيديني مستويين من الاضاءة. يعني ابص الاقي مسلا على سبيل المسال لو عندي نجفة موجودة فيها مسلا خمس لمبات. اعمل لمبتين على مستوى على مفتاح. واعمل تلاتة على مستوى كمان. يبقى كده ايه? قادل خمس لمبات بتوعي. ميزة المفتاح المجوز عن المفرد هنا ان ينفع اشغل اتنين بس. او ينفع اشغل تلاتة بس. او ينفع اشغل الخمسة كلهم او افصل الخمسة كلهم. كل دي افكار انا اقدر انفزها عن طريق مين? عن طريق المفتاح المجوز بتاعي. وعن طريق اللمبات اللي احنا كنا بنتكلم عنها. يبقى المفتاح النجفة هنا اتسمى علشان اقدر احصل منه على مستويات للاضاءة. طيب هو معلش انا عندي سؤال. اه اتفضل. هل لازم كده نجفة ولمبات كتيرة? لا لا عادي جدا. ممكن تجيب لمبتين وتعملهم ولكن تتحكي في كل لمبة لوحدها. يعني انا مسلا على سبيل المسال في غرفة المعيشة. اه فانا محتاج اقعد كده ايه النور يبقى هالي شوية. فخلاص محتاج اشغل لمبة واحدة بس. او مسلا احنا اه عاديين عايزين نزاكر. فعايزين نشغل اضاءة قوية. اشغل اللمبتين. وهكزا. خلاص انا مش محتاج الاضاءة بافصل من الاتنين عادي جدا. وبالتالي هنا تعدد مستويات الاضاءة. كل دي احنا بنديها في تصميم دائرة الانارة. علشان دايما العميل او المستهلك اللي محتاج مننا الدايرة دي نحقق له اللي هو عايزه في الدايرة بتاعتنا الكهربائية. طيب يبقى احنا كده ركز معايا واحنا ماشيين خدنا مفتاح مفرد خدنا مفتاح مجوز وفي اللمبات خدنا لمبة واحدة عادية او لمبتين خدنا لمبة فلورسينت عادية لمبة واحدة بس او حطينا معاها لمبة كمان بقى اتنين على آآ التوازي. كمان آآ ممكن لحد دلوقتي احنا متجاهلين او لسه ما جبناش سيرته حاجة مهمة جدا في الانارة. يعني احنا دلوقتي عملين التكلم على اللمبات والدنيا زي الفل. انا عايزك وانت قدامي كده دلوقتي وانت بتتفرج معايا آآ في آآ البرنامج بتاعنا. تقول لي دلوقتي اتلفت حواليك وقول لي نقصك ايه? كانارة. يعني انت دلوقتي بتتكلم تصميم دوائر كهربية علشان ادخل لك كهرباء عندك في الغرفة اللي انت عايش فيها. مالكش دعو بالبيت خالص دلوقتي. هنا انت عندك الانارة والدنيا تمام وزي الفل والانارة قامت بدورها. صممتها لك زي ما انت عايز. لمبة اتنين تلاتة خمسة عشرة براحتك. آآ كلهم يشتغلوا على مفتاح واحد. او اقسمهم لك على مجموعتين. يبقى يشتغلوا على مفتاحين. براحتك برضو ما عنديش مشكلة خالص. لكن نقصك حاجة مهمة جدا. ايه هي? مأخذ الطيار. البريزة. انت لحد دلوقتي يا مستر ما جيتش سيرة البريزة خالص. وما اعتقدش ان في غرفة عندك في البيت او اي مكان عندك في البيت ما فيهوش مأخذ سيار. لازم يكون عندي مأخذ سيار مكان اخد او اسحب منه الطيار الكهرابي عشان اشغل الاجهزة الكهربية المختلفة اللي عندي. دلوقتي بقينا لازم نحطه جانب كل مكان او في كل حيطة آآ فيشة كهربا. ليه? علشان نشحن الموبايل. علشان نحط المسلا جهاز كهرابي. شغل التلفزيون. شغل الكاسد. كل الاجهزة المعدات المنزلية محتاجة مأخذ طيار. وبالتالي بدلوقتي بقي يقول لك ايه? لازم تفرش كل الحيطان تحطو لي فيها آآ مأخذ طيار اللي هي البريزة يعني. علشان مكان ما ييجي الجهاز ويستعدل في مكانه كده. وانا بفرش الاودة بتاعتي يلاقي جانبيه مصدر للطيار يشتغل عليه. طب ايه البديل لو انا ما عملتش الكلام ده? اضطر بقى ان انا اعمل توصيلات او اجيب مشترك والقصص دي كلها ما بتبقاش فيها حتة الامان شوية. آآ خدنا الكلام ده في السلامة والصحة المهنية. وقلنا ان في الامن الصناعي مش بيفضل ان انت تمد الاسلاك آآ في الغرفة بتاعتك. لان ده في الاخر ممكن يحصل فيه قطع او يحصل فيه مشكلة. وبالتالي هيسبب لك انت آآ مشكلة. طيب ما احنا نلحق نفسنا في البداية خالص. واحنا بنصمم الدايرة الكهربية بتاعتنا نحط في كل مكان آآ فيشة كهربا. هتقول لي ما هي مش هتستخدم. هقول لك يا سيدي سيبها. ولما تيجي ما تستخدمهاش ساعتها هقول لي انا مش عايزها. ساعتها انا هقول لك ايه? ما درجتني ش في حاجة. لكن لو جيت احتاجتها مش هقدر اعدل في الشغل بتاعي بعد ما انا فنشت. يعني انا دلوقتي آآ بعد ما ركبت الكهرباء عملت المحورة والدهينات وشطط تشتيب الكامل بتاعي. مين هيسمح لك انك تكسر عشان تعمل بريزة كمان? لان انت كنت ناسي تركب بريزة هنا. اكيد محدش هيسمح بهذا الكلام. يبقى انا اللي ايه? انا اللي كنت خسرها. علشان كده عايزين نبدأ واحنا شغالين نحط في اعتبارنا ان اي دايرة من الدوائر اللي فاتت او الدوائر اللي جاية ينفع ان نوصل معاها مأخص طيار. ازاي? الفيشة بتاعة الكهرباء دي بتاخد طرفين. ده كل اللي انت هتعمله. تعالى في اي دايرة كهربية خد الطرفين دول ووصلهم على الفيشة بتاعتك او على المريزة بتاعتك. وبكده يبقى انت ايه? قدر تتعمم آآ الانارة وكمان غزية الاجهزة الكهربية المختلفة عندك بالطيار الكهرباء. طب تيجي نشوف الكلام ده مع بعضينا. تعالوا معي لو سمحتوا. آآ لو دخلنا على دايرة كمان. هلاقي هنا آآ عامل لي مصباحين على التوازي اللي احنا كنا بنتكلم عنهم دلوقتي. بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم. آآ دي آآ مفتاح مفرد. والمصباح هنا بيقول لنزله تلاتة. طبعا هو ناس يكتب هنا ايه? ناس يكتب انه دول المصباحين على التوازي. لكن لا يعنين الامر في شيء. لان كده كده اصلا التلات خطوط دول اصلا بتوع مين? تلات خطوط عندي بتوع آآ مصدر الطيار اللي هو البي والان مع الطرف التالت اللي احنا كنا بنتكلم عنه. طيب هنا البريزة هنركبها ازاي? اهو. زي ما انت حضرتك شايف كده عادي جدا اهو. وصلت المصباحين بتوعك على التوازي. وادي البريزة او مأخذ الطيار. بتاخد من النيوترال وبتاخد من مين? وبتاخد من اللايين بتاعك. لكن لحظ حاجة كده مهمة خالص. انك لما تيكت غزي من عند اللايين شايف انت عملت هنا ايه? عملت نقطة لحام وخدت خط منفصل من اللايين للمفتاح. لكن اللايين نفسه مكمل معايا ورايح للبريزة زي ما انت حضرتك كده شايف بالزبط. وبكده يبقى انت قدرت تنفيز لي دايرة بتحتوي على مصباحين على التوازي. الانوارة بتاعة الغرفة بتاعتك. وكمان معاهم ايه? معاهم البريزة زي ما انت حضرتك شايف. وطبعا المفتاح المفرد موجود علشان يتحكم في اه الاضاءة بتاعة المصباحين اللي موجودين قدامنا دلوقتي. طيب اه ندخل بقى على اه فكرة جديدة او دايرة جديدة. مفتاح مهم جدا عندنا في الكهرباء اسمه مفتاح اه طرف سلم. مفتاح طرف سلم اه بيبقى فكرته اه بمنتهى البساطة ان حضرتك بتبقى محتاج انك تخلي عندك مستويين او مكانين للتحكم في الاضاءة بتاعتك. يعني مسلا على سبيل المسال انا عايز انام فلما باجي انام عايز افصل الاضاءة بتاعة الغرفة بتاعتي. تمام كده? طيب المفتاح جنب الباب. مفتاح اللمبة الكبيرة اللي من وراء عندي دي شديدة دي كده اللي انا مش عرف انام فيها جنب الباب. يبقى انا هروح افصل المفتاح. وانا هرجع هرجع لحد السرير في الظلمة. تمام كده? اما ايه الحل? الحل بقى في توصيلة السلم او بنسميه مفتاح طرف سلم. المفتاح ده بيكون عبارة عن ايه? مفتاحين بيشتغلوا مع بعضهم كل واحد فيهم بيتحكم في اللمبة بتاعتي. ينفع اي واحد فيهم يوصل اللمبة واي واحد فيهم يفصلها. ودي ميزة اه طبعا ممكن ما تكونش مهمة او في البيت. عندنا مسلا في الانوارة العادية يعني. لكن صدقني هتكون مهمة بالنسبة لك لو انت بتصمم اضاءة مسلا وعندك طرقة في مصنع فانت عايز هنا تحط ايه مستويات الاضاءة? يعني تحط واحد يشغل اي واحد فيهم يفصل افصل او اشغل اللمبة بتاعتي من البداية او من المنتصف او من النهاية. فانا هنا النهاردة اديتك مكانين تقدر تتحكم فيهم في الاضاءة بتاعتك. عايز تنور من اول الطرقة عايز تفصل من اخر الطرقة براحتك انت حول. لكن الاصل في الدايرة دي هو بيسميه مفتاح سلم لانه كان معمول علشان السلم. انا راجع بالليل متأخر فعايز اطلع اه السلم ضلمة. هعمل ايه? هطلع في الضلمة. يعني لأ. في مفتاح عندي تحت. هضغط عليه ينور الايه? اللمبة بتاعتي. طيب طلعت. هيدخل الشقة بتاعتي. عايز افصل افصل ازاي? في مفتاح كمان فوق. هضغط عليه يفصل نفس الايه? نفس اللمبة. يبقى احنا هنربط الدايرة كلها ببعضها. عندي مفتاحين. المفتاحين بتوعي واحد بيشغل والتاني بيفصل. طيب الكلام ده عايزين نشوفه عملي بعد اذنك. عايزين نعرف منك ازاي نوصل اه مفتاح طرق سلم او مفتاحين طرق سلم في الدايرة بتاعتنا. هنبدأ نشوف مع بعضنا دلوقتي نمسك القلم بتاعنا. ونيجي داخلين ونقول نحط المكونات اللي احنا محتاجينها. احنا هنا محتاجين ايه يا شباب? ها محتاج هنا اه دي المفتاح المفرد بتاعي? فاكروا. نفس المفتاح اللي احنا كنا بنرسمه. بس يكون للحكاية ان انا هزود له ايه? هزود له طرف تالت. تمام كده? طيب. وقادي الريشة بتاعتي. الريشة دايما وابدا يا شباب تكون ملمسة على نقطة من الاتنين. ما ينفعش تكون واقفة في الهواء. لازم تلمس نقطة من النقطة طيب. طيب. ادي اليد اهي او ادي الزرار اللي انا بضغط عليه. على نفس المستوى ده كده في عندي مفتاح مفرد كمان. اهو. وحط طرف تالت فيتحول المفتاح المفرد الى ايه? يتحول الى مفتاح سلم. يبقى الفرق ما بين مفتاح السلم والمفتاح المفرد ان عندي هنا كم طرف? عندي بيكون تلات اطراف زي ما حضرتكم شايفين اه دلوهاتي. طيب ماشي اوكي. ما فيش مشكلة احنا معاك. تعالا بقى لو سمحت الكلام ده. اربطه بالمصدر بتاعك. باللمبة بتاعتك مسلا على سبيل المسال. انا هافترض معاكم ان انا هحط اللمبة هنا كده. قالي الطرفين بتقول اللمبة بتاعتي اللي انا عايز اتحكم فيها. طيب مع لش انا عايز افهم منك حاجة. هو حضرتك دلوقتي اللمبة دي كده. اللي انت بتتكلم عنها. لو انت عايز تتحكم فيها يعني. ينفع تحطها هنا. اه ينفع ركبها هنا. ينفع خطها هنا برحتي. انا بس بحاول اني اه ارتب مكونات الدائرة بتاعتي علشان تكون بالشكل اللي احنا اه حبيه. طيب. نبدأ بقى نرسم الدائرة بتاعتنا. عندي كم طرف? عندي طرفين من المنبع. اه دي الطرف الاولاني اسمه النيوترال. واه دي الطرف التاني اللي هو مين? اللاين بتاعي. ممتاز. طيب بنعمل ايه? واحنا مغمضين دايما بنقول النيوترال يدخل على مين? على اللمبة مباشر. ويه كمان? واللاين كان بينزل على المفتاح. احنا دي عارفينها على فكرة. ما قولتش حاجة جديدة. طيب كمل معايا كده. هتلاقي الباقي سات. الطرف التاني ده في المفتاح ده. اللي هو المفتاح التاني ده. وصله خده بعد اذنك لو سمحت كده. ووصله على مين? على الطرف التاني من اللمبة بتاعتك. يبقى انت هنا عملت ايه? ها? دخلت الطيارة على اول واحد. خرجت الطيار من المفتاح الايه? الاخير زي ما انت شايف. اتفضل معاك ايه في الدايرة? ها? ادي واحد ادي اتنين. وهنا نفس الكلام ادي واحد ادي اتنين. كل اللي انت هتعمله ان ده يمشي يقابل ده. يبقى الاول مع الاول والتاني مع التاني. وبكده تبقى اكتملت الدايرة الكهربائية. طيب الطيار يمشي ازاي? نزل من اللاين? مرة ملمس في دي اهو. مكمل في الخط ده كده كده. جيه هنا لقى مفصول يبقى كده اللمبة مش منورة. طب انا عايز اناورها هدوسها على المفتاح ده. مسلا. مسلا يعني. يبقى كده اللمبة هتنور. ايه اللي هيثبت? ما احنا قلنا انا داخل من اللاين. نازل في اول خط. دخلت هنا ريشة ملمسة. فمررت الطيار هنا كده. ومر معايا. وبدأ يغزي ووصل في النقطة بتاعتي. طيب ممتاز. ها? يكمل الدايرة ويروح للامبة بتاعتي. طب انا عايز افصل من ده. لو ده جاء هنا كده اللمبة تفصل. على الوضع اللي انا عامله دلوقتي ده كده. ليه? لانك انت فصلت تلعى النقطة دي. وبالتالي هنا يبقى انت غيرت الايه? غيرت التوصيلة بتاعتك. وغيرت المفتاح بتاعي. كده تبقى الدائرة اكتملت بالنسبالي. هيتفضلي بس ان انا اركب البواطات زي ما انتم حضراتكم عارفين. طبعا انا هنا هشوف العدد اللي موجود واشتغل عليه. لكن اللي يهمني ان ما فيش تفريعة تحصل في الاسلاك. الا لما تكون داخل البواط بتاعي علشان تبقى ظاهرة معانا وتبقى موجودة في آآ الصورة. كده احنا اتكلمنا النهاردة عن آآ دوائر الانارة بشكل مفصل. اخدنا مجموعة من الدوائر اللي موجودة معانا في الحياة العملية. اشتغلنا وعرفنا ازاي نوصل وازاي ننفذ. طبعا دي فكرة من ضمن افكار كتير. انا واثق ان حضراتكم هترسموا حاجات اجمل من كده بكتير. وتعملوا افكار تانية من المكونات بتاع دوائر الانارة. آآ بس المهم عندي انك تكون تتبع طريقة التوصيل الصحيحة. يعني على سبيل المثال دايما بتدخل النيوترال على الاحمال. سواء لمبة او جرز او افل كهرابي. وبتدخل اللي على آآ المفتاح بتاعك. بتراعي هو عايز مفتاح ايه? يعني تختار نوع المفتاح بتاعك. علشان تقدر في الاخر تقرر العنصر اللي انت هتستخدمه في الدايرة الكهربية بتاعتك. خلصت حرياتنا بسرعة. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.